في خبر ناخر قمت وزيرة البيئة نصير بن حراث اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس إن وقفت على عديد المشاريع والهياكل القطاعية بالولاية حيث انطلقت الزيارة الميدانية من دار البيئة حيث تم تكريم عمال نظافة على مجهوداتهم خاصة في هذا الظرف الحساس لينتقل الوفد لمعاينة مركز الردمي التقني ببلدية قرصو ثم إلى مشروع إنتاج الآجر العازل الحرارة ببلدية جلبين لتنتقل الوزيرة بمعاية الوفد المرافق لها إلى كاب جنات للوقوف على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الكورية دايو وغرين سكاي بهدف التكفل ونزع المواد الكيميائية بكميات كبيرة في أحواض على مستوى محطة توليد الكهرباء أول خطوة في هذه الزيارة كان علينا وزرنا دار البيئة بولاية بومرداش وكرمنا عمال نظافة اللي هما جنود الخفاء اللي رام يحفظوا على صحتنا ويحفظوا على بيئتنا تانية خطوة كانت إلى مركز الردمي بلدية قرصو الذي هو دشنا فيه الخندق الثاني الخندق اللي هو التعمر الخندق الثاني اللي هو عنده كافاشيتات مليون وخمسمائة ألف تون واللي عنده مدة حياة خمس وثنين إلى ما فيه أكثر إلى حافظنا عليه وهو يعني مركز أخضر يمشي عنده مزود بالتاقة الشمسية الثالثة كانت رحنا إلى مصنع أجر اللي صنع الأجر بطريقة طبيعية وصديقة للبيئة بالمواد الطبيعية وصنع 100% ججائري وتكنولوجيا حديثة والحطوة المولية هي مشينال كناش شركة دايو اللي صنعت هذيك اللي صنحة الإلكتريك وولد تولد نفايات سائلة اللي هي نفايات خطيرة ولو كانت في أحواد محمية صح يعني احنا ما نكونوش بعاد على الخطوة